في جانب الاحتياطات معنيها احنا قبل ما نوصلوا للكارثة اللي بيش تسير لازم فما برشة اصلاحات على عدة مستويات كسوسوها معندها الاجتماعي وخاصة الاجتماعي عليش خاطر توكين نرجعوا للحاظنة الاجتماعية اللي معنيها قاعدة تعاون في الارهاب لو كان نقص احنا الحكاية من الجذور معنيها نقضيو على الفقر ونعطيوه اش معندها حقوق انسان حق الانسان في العمل حق الانسان في كرامته ومعنيها ابسط حاجة ضرورية الحياة انك تعطيه خدمة بشي جميقتيت بها اذا انتي ما عطيتوش حق وهذاك بطبيعة بشي يتوجه للحاجات اخرين يقولوا كان عطيني ناكل مهمنيش فيه شكونو هذاك اللي بشي عطيني ناكل لو كان الدولة معناها هي اللي تضمن الحق هذاك حقيقة هالي سنداج دوبينيون اللي يتعملوا من انه معناها مقاضات التونسي وتخييره بين حريته وبين امنه زادهناء بعض السنداج اللي نشوفهم احيان المبالغ فيهم حتى ينجموا يوليهم موجهين معناه انه المواطن اليوم سمحني معناه مواطن وقت اللي اليوم مجبر على الاختيار يعني هل انه صحيح زاده يفو صفاق هل انه صحيح المواطن يقولك ليه انا يا اخويا اعطيني حريت يفوك عليهم هكيكا نوليون نرجع للقبل الثورة واحنا ما نحبوشنا احنا توفل لتازيغو ما نحبوش احنا في لتازيغو 10 ولا 20 ولا 100% ديمقراطية وحقوق انسان احنا في الثورة رجعنا لتازيغو ماذا بينا نقدمو شوية ما نعودوش نرجعو تحت السفر اذا مش نرجعو شانتاج اي شنو تحبو تحبو حقوق حريات ولا امان ليه مهوش هكيك بالعكس هكيكا تزيد ترجع معناها ترجع مكينة القمع مش ترجع كيف كيف كي انك انتي تتوالي انتي تمول في الارهاب بطريقة اخرى بطريقة فكرية اذا انتي معناها انسان ما عطيتوش حقه في العمل مش تعطيه معناها فرصة انه يمشي لطرق اخرى كأنت دولة ما ضمنتلوش حقه في العمل لذي ابسط الحقوق يعني باللخص معناها عنا في ايد معناها حتى مش نحكيه كان عن الشباب اللي عندو شهادات عليا نحكيه على العبادة اللي مساكن ظروفها ما انت ما كوصلوش في القراية ومعناها ننظروا لك المناطق الداخلية جستو هذه يمكن معناها من بين اهم النقائس وقت اللي يقترن ذكر حقوق الانسان فقط بحرية التعبير وحرية التظاهر لانه اليوم وكأنه فما ينديفياسيون فما تحوي الوجه يسخيب الناس وقت اللي نحكيه حقوق الانسان كان الحقوق السياسية في حين وأن والمدنية في حين وأنه فما حقوق اخرى اللي احنا موصلناش اللي جستما معناها حقوق حقوق في الشغل حقوق في العمل حقوق في الصحة المجانية حقوق في التعليم حقوق في المساواة كيف وكيف حتالين نخلطوا الحقوق في التعبير والحقوق في اي جستو احنان فما حتى التقسير من بين المنظمات الناشطة في حقوق الانسان لأن المنظمات حتى هذية معناها بما في ذلك يمكن المنظمة تايعكم ولا حتى الرابط التنسي عن حقوق الانسان ولا غيرها تعمل كان في الندوات ذات الطابع سماعني السياسي المدني غيبة حق العمل كما قلت أنت معناها ولا يحكيوا شوي على حق الأضراب بالعكس احنا عملنا ندوة صحفية عنا ثلاثة شهور التالية في مقر المنظمة بتونس العاصمة ووقتها الموضوع كان المسادقة على قانون الإرهاب وجينا على الجوانب هذية وحكينا بالجداء بالجداء معناه حتى رئيس المنظمة سيبوراوي الشريف زيدا وجه له تحية من الراديون وهو اللي طرق للموضوع هذا وقال لهم كيف تلقاوا حل البطال وكيف تلقاوا حل زوالي والحاضمة الاجتماعية كيفاش تكونت الظروف الفقر اللي معناها بالحق لازم مش نبره في الإرهاب لكنا ضد الإرهاب وما نحبش نقولها احنا ضد الإرهاب خاطر لو فات تقول انا ضد الإرهاب كانك تبرر معناها اللي احنا متهمين والفكرة هذي الغالطة اللي مروا فيها بعض الإعلاميين اللي الحقوق الإنسان تغطي في الإرهاب كيفاش هل يعقل احنا بكينا عليهم هذوكم خويتنا هذيك أخويا وجاري وبابا وعمي وانا كيف ريت فما صدقني تصويرها شفتها معانتها سيوخ فيسبوك بكيتني معانتها زوز غيرات كيفاش يوزروا بالحق كبيتني معانتها بغيماو معانتها حاجة معانتها كيرثة صارت كيرثة كبيرة لازم نقصوا الجذور باش نوصلوا معاناها بالحق معاناها نقضيوا على الإرهاب وفما حاجة أخرى أختي يمين نحب نتطرق لها اللي هي حالة السجون وطرقت لها رئيسة النقابة البارح زيدة ألف العياري مدام ألف العياري كيف كيف لازم نعملوا لفتة معاناها من رئيس الحكومة ومسيد رئيس الجمهورية يجب نعمل لفتة كبيرة خاطر السجون وليت معانتها كيما العش الدافق للإرهابيين ما نعرفش أنا شنو القرارات اللي ينجموا ياخذوهم في فصل السجين الإرهابي أو المتهوم بالإرهاب وسجناء الحق العام خاطر وقت اللي يقع الخلط وهذوكم أكثر مع احترامي للناس الكل أكثر فئات اجتماعية اللي تنجم تستقطبهم معانتها بكل سهولة ويصير الدمغ جمتاحهم في الحبوسات ووقت اللي يخرجوا هذي كتولي كويرث أخرى هذا يمكن بالعودة إلى أصلاح المنظومة السجنية بكل يمكن الحالة متاع السجون انتعنا اليوم لمسألة الاكتظار داخل السجون ترجع باش تتحول من خلال مسألة الإيقاف وغيره هنا يجي التضارب تقولي إنسان الإرهابي إنسان وحقه باش إنه يتمتع زده بظروف ملائمة في السجن البارح شوفنا مثلا المتهمين في قضية شكري بالعيد في الجلسة البارح محبوش يمثلوا محبوش يطلعوا احتجاجاً على الظروف السيئة اللي قالوا هما معناها للسجن متاحهم ومن هنا تبدأ الإشكالية أستاذة بن عامر وأنه يقول لك بعض الحقوقين اللي يقولوا الإرهابي إنسان يلزم ويتمتع بجميع حقوق الإنسان اللي يضمن هنا الدستور